اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ماذا سوف استفيد من هذا الرقم بدي استفيد عدة شغلات اول حاجة بدي استفيد ان انا اليوم احتاج هذا الرقم وانحنا اتفقنا قبل هيك انه انا في عندي زيادة سنوية يبقى انا هذا الرقم فهمني انه سنة الجاية ممكن أكون محتاج 43553 زائد 10% السنة اللي بعدها محتاج 43553 زائد 20% فبالتالي خلال خمس أو ست سنوات هذا الرقم إيش بده يصير فيه بده يتضاعف طيب إيش بده أستفيد لما الرقم هذا يتضاعف يعني المكان اللي عندي لو أنا ما كنتش عامل الحسابي على هذه الكمية اللي قاعدة بتزيد المكان اللي عندي مش هينفع فبالتالي الطاقة الانتاجية بتحدد لي أنواع المكان أنواع الآلات أنواع الأيدي العاملة أنا شو محتاج أيدي عاملة قيمة أو يعني ما هل لقيت كل مكينة لها كمية إنتاج معين على سبيل المثال موضوع الأرغفة فبالتالي أنا بحدد ما هو المكينة المناسبة التي تتناغم مع هذه الكمية تتناغم مع الكمية هذه بس ولا تتناغم مع الكمية هذه زائد الكمية المستقبلية تتناغم مع هذه الكمية زائد الكمية المستقبلية لأن أنا مش فاتح عشان أبيع اليوم أنا فاتح عشان أبيع اليوم وبكرة وبعده كمان سنة وكمان سنتين فبالتالي لازم أعمل حساب أني أجيب مكينة تتناغم مع حجم الإنتاجها بسألني طالب بقولي طب يا دكتور طب ما أنا ممكن من هلأ عشرين سنة تكون الكمية هادي قدها عشرين مرة ما أجيب مكينة ضخمة كتير ومنها لقيت ورايح راسي وليش أقعد أغلب حالي طبعا هذا ببطل علم إدارة وبتبطل أنت إنسان واعي وقادر تعمل إدارة جيدة الأصل أني أنا أجيب مكان قادر يغطي لإنتاج الحالي وإنتاج المستقبلي لخمس أو ست سنين لأنه هذه المكينة هتتهالك إيش يعني هتتهالك هتقدم فبالتالي أنا مش من المنطق أجيب مكينة ضخمة والمكينة الضخمة بعد خمس سنين تخرب وارميها وأنا مش محتاج الكمية هادي أنا الأصل أني أجيب مكينة بتقدر تطلع الإنتاج المطلوب اليوم زائد خمس سنوات لقدام ليش؟ لأنه المكينة إلها عمر افتراضي والعمر الافتراضي هذا أنا بنشال من عمرها زي كأنك أنت شاري سيارة جديدة وبدأت تشغل عليها على الخط بعد خمس ست سنين السيارة هاتي هتكون قوهن لك ولازم تبيعها يا تبيعها بنص السعر يا تبيعها بربع السعر يا بتخسر لك خمس ست تلاف دولار حسب العرض والطلب فبالتالي أنت لازم تتنبه أنه المكان الليك تجيبه خلال خمس سنين يا بدك تهلكو يا بدك تعمله صيانة كاملة فبالتالي مش من الذكاء أنك أنت تجيب مكان ضخم من بداية المشروع زي الناس لما بتتزوج الناس لما بتتزوج أول أن تتزوج بتجيب غسالة صغيرة وتلاجة صغيرة بنها لخمس ست سنين لما تكبر عائلتهم بتكون هذه التلاجة الصغيرة والغسالة الصغيرة خربت فبيستبدلوها بغسالة كبيرة وتلاجة كبيرة تتناغم مع حجم الأسرة طب هم ليش مش من أول يوم جابوا الغسالة الكبيرة والتلاجة الكبيرة لأنهم هم مع بالما يكبروا والعيلة تكبر هتكون هذه الغسالة الكبيرة اللي حقها كتير والتلاجة الكبيرة اللي حقها كتير خربت فبالتالي إنت إيش بتكون خسرت خسرت فلوس كتير وهذه تكاليف إحنا في أول المشروع زي أول حياتنا الزوجية إحنا مش محتاجينها وإحنا في غنى عنها فبالتالي بيجي رجل الأعمال الشاطر بيقول لك لا أنا محتاج أني أنا يكون في عندي آلات بهذا الحجم طب هذا الحجم قدش بكفي يا أستاذي هذا الحجم بكفي الاحتياج اليومي وله كمان خمس سنين كمان خمس سنين معدل الزيادة عشرة في المية زي الأسرة كمان خمس سنين إنت هتزيد نفر أو اتنين فبعد خمس سنين بتكبر التلاجة وبتكبر الغسالة لأنه كمان خمس سنين هتزيده كمان ثلاثة أربعة فمن هلل عشر سنين بتكون الزيادة تتناغم مع الزيادة في إيش في حجم الآلات فبيجي لنا سؤال بعد هيك سؤال مهم أهمية القرارات المتعلقة بالطاقة الإنتاجية بيجي لنا سؤال علل لماذا القرارات المتعلقة بالطاقة الإنتاجية هي قرارات غاية في الأهمية واحد أن تكون المؤسسة قادرة على تمكين المؤسسة من إشباع الطلب الحالي والمستقبل أول مهمة للطاقة الإنتاجية هي إشباع الطلب الحالي والمستقبل يعني أنا بدي أجيب آلات تنتج إنتاج بيغطيني اليوم ولخمس ست سنين جايات أي أول هدف وأول أهمية الأهمية الثانية حتى أعرف الكلف والإيراد عشان المكينة اللي بدي أجيبها بدي أجيبها بفلوس فبالتالي بدي أشوف هل التكاليف اللي أنا شاريت فيها المكان هذا بيغطيلي أو العفوة هل الإيراد اللي بدي يدخل لي هذا المكان بيغطيلي هذه التكاليف فبالتالي لازم أدور على آلات منيحة وتكاليفة منخفضة عشان الإيراد اللي ييجي يغطيلي هذه التكاليف وإلا بخسر وإلا أنا ما اشتغلش أحسلي أقعد أحط رأسي ونام أحسن ما أشتغل واجيب مكان غالي كتير وإيرادي لا يغطي هذه التكاليف وهي الأهمية رقم اثنين الأهمية رقم اثنين إنه لازم الإيراد يغطي التكاليف عشان هيك لما شرحنا نقطة إعادة الطلب قلنا ما هو تعريف نقطة إعادة الطلب ما هي النقطة التي تتساوى عندها الإيرادات مع التكاليف يعني أنا في النهاية يا رجل أعمال بدي أربح فأنا كاستشاري بيجيبوني الشركات يسألوني أنا بربح ولا بخسر فالنقطة التانية لازم أشوف النقطة اللي عندها كمياتي أو الإيرادة اللي بجيبه بيغطي التكاليف وبزيد عشان هيك بدي أدرس الطاقة الإنتاجية النقطة التالتة يحبث إنك أنت تجيب آلات الطاقة اللي بتطلعها فيها فائض إيش يعني؟ يعني يحبث إن أنا أجيب آلات أكبر من احتياجي بشوية لسببين؟ وهدول السببين مهمين السبب الأول إن أنا هناك زيادة في الطلب زي ما قلنا اليوم إحنا في تل الهوى كان حجم استهلاك مثلا أرغفة الخبز مثلا في السنة خمسة مليون رغيف سنة اللي بعدها يصير سبعة سنة اللي بعدها يصير تمانية فإحنا بدنا نجيب مكان من الآن طاقة الإنتاجية كبيرة والنقطة التانية إنه أنا الزيادة في الطاقة مفيدة ليش يا دكتور الزيادة بالطاقة مفيدة؟ هي الزيادة بالطاقة ما خاسر فلوس لا هي فعلا بتخسرنا فلوس بس الزيادة بالطاقة بتسمح إلك إنك أنت تعمل تشكيلة من المنتجات بمعنى اليوم إنت لما تخش المخبز على سبيل المثال بطلت تلاقي بس خبز ليش؟ لأنه عندهم طاقة إنتاجية كبيرة فصاروا يستغلوا الطاقة الإنتاجية هذه في تشكيلة منتجات زيش بتخش المخبز وتلاقي خبز بتلاقي جرشلة بتلاقي كيك بتلاقي معجنات فبالتالي هذه الطاقة الكبيرة خلته يعمل منتجات كتير طب هذه المنتجات إيش بتفيدني؟ زودت حسطك السوقية صرت أنت تروح على المخبز مش عشان تشتري بس خبز تروح على المخبز بتشتري معجنات وبتشتري كيك بتشتري حلو بتشتري بيتي فور بتشتري بقلاوة طب إيش اللي عمل كل الكلام هذا؟ الطاقة الإنتاجية اللي هي موجودة عنده اللي خلته وسمحت له يعمل الكلام هات ولكن لازم تخلي دائما في مخك أنه الإيراد لازم دائما يكون أكبر بكتير من التكاليف وإلا أنت بتخسر داخل على محلك وملاقي منتجات كتيرة بس أنت إيش؟ قاعد بتخسر فلازم دائما يكون عندك في مخك أنه إيرادك لازم يكون أكبر بكتير من تكاليفك النقطة اللي بعد هيك والأهمية الرابعة ممنوع تكون الطاقة الإنتاجية أقل من المطلوب ليش؟ لأنه ممنوع إيش زبون يقولك بدي خبز ما تلاقيش عندك خبز فبالتالي إنت إيش بتكون بتعمل؟ بتكون إنت خسرت زباين كتيرة من الزباين اللي عندك فإنت ممنوع إنه يجي زباين وما يلاقوش المنتج تبعهم أو ما يلاقوش طازة أو ما يلاقوش في الوقت اللي بدهم إياه وإلا أنت هيك بتكون حكمت على نفسك بالإعدام وبالتالي لازم إنك إنت دائما يكون الطاقة قدل موجود وأكثر لأنه إنت لو عندك إش طاقة بتغطي الكمية هذه هيجوا عندك ناس يطلبوا منتج اللي إنت بتنتجه وإنت تقول له يا صديقي ما ضلش عندي وهذه مصيبة معنى ما ضلش عندي معناك أنت لا تغطي الطلب معناك أنت مش قد الشغل بتطلع الناس إيش تحكي؟ بتطلع الناس تحكي عليك وبتكون فقدت أهم إش في عالم البزنس هو السمعة وإصحى أمرك يوم تفقد سمعتك لأنك إنت لو فقدت سمعتك اخسر فلوس قد ما تقدر قد ما تقدر فلوس اخسر اخسر مش مشكلة ولكن أوعة تخسر سمعتك يطلعوا الناس يقولوا والله هذا كل ما بنروح عنده بنلاقيش اللي بدنا إياه والله هذا المحل كل ما بنروح عنده ما بنلاقيش اللي بدنا إياه هيك بتكون إنت حكمت على نفسك بالإعدام هنا أبعاد الطلب أول بعد من أبعاد الطلب الكمية أول علاقة بين أبعاد الطلب والكمية والطاقة الإنتاجية هي الكمية أول سؤال بيسألك يا صاحب المشروع أنت كاستشاري بيسألك ما هي الطاقة الإنتاجية اللي لازم توزيعها لإنتاج هذه الكمية يعني شو عدد الآلات يعني أنت جاي مثلا بدك تفتح مصنع آيسي كريم صاحب المشروع بيجيبك كاستشاري وبقولك أنا كم آلة بدي إياه عشان أنت تعرف كم آلة بدك لازم تعرف إيش الإنتاج المطلوب بتعمل دراسة سوقية وبتعمل دراسة بحثية وبتروحها وزارة الاقتصاد وبتجري على المؤسسات بتشوف كمية استهلاك الناس بتعمل دراسات كاملة عشان تعرف كمية الاستهلاك اللي هي حصتك أنت السوقية اللي هي احنا حكيناها وجبناها المحاضرة اللي فاتت بعد هيك بتروحها كتالوجات المكن وبتشوف كم مكينة بدك إياها تلزم تغطي هذه الكمية وعدد الآلات هنبدأ نحكي لكم إياه المحاضرة القادمة قانون بدأ أعطيكم إياه عشان تقدروا تجيبوا عدد الآلات اللي أنا محتاجها عشان أغطي الكمية هذه يبقى أول سؤال ما هي الطاقة الإنتاجية يعني ما هو عدد الآلات السؤال الثاني اللي أنت لازم تسأله لنفسك النوعية إيش نوع المكن اللي أنت بدك إياه إيش يعني إيش نوع المكن طبعا إيش نوع المكن ما في مكان صيني في مكان ألماني في مكان إيطالي في مكان فرنسي وكله بسعره بس طبعا السعر يتناغم مع مين مع الجودة عشان هيك بتروح أنت مثلا على مصنع بتجيب أسكيمو بتحس شكله وإشماله جدا ممتاز بتروح أنت مصنع تاني بتحس الأسكيمو شكله ومش ممتاز بتفتح لبرينجلز علبة الشبس لبرينجلز بتلاقي كل حبات الشبس تماما شبه بعض وبتفتح الشبس المصري أو الشبس العربي بتلاقي حبة كبيرة بثلاث حبات صغار وما فيش أي تناغم بين حجم حبات البطاطا ليش؟ لأنه هذا شرع مكان عالي الجودة وهذا شرع مكان منخفض الجودة فالمكان العالي الجودة طلع لك نوعية ممتازة والمكان التاني المنخفض الجودة طلع لك منتجات غير ممتازة طب أنا إيش أشتري؟ وهذا سؤال مهم دكتور أنا إيش أشتري؟ أشتري المكان الإيطالي ولا أشتري المكان ولا أشتري المكان الصيني؟ السؤال هام بيكون مهم وبدخلنا لمادة تانية غير مادة إدارة العمليات الإنتاجية بدخلنا لمادة التسويق بس إحنا حقيقة لازم نشتغل في علم الإدارة أكثر من مادة وتحطها في مخك ويظلك دايما تفكر فيها نوعية المكان ونوعية المنتج مين بيحددها؟ بيحددها الشريحة أو السيجمينتيشن اللي أنا بدي أخدمها مش فاهم يا دكتور إيش يعني؟ يعني بالعرب انت مين بدك تخدم؟ من هي الشريحة المستهدفة؟ لو هم شريحة الأغنياء اللي مش فارق عنده يخش يشتر من عندك كيس الشبس بعشرين شكل روح جيب المكان الإيطالي اللي بتطلع حبات الشبس زي برينجلز ولا واحدة إلا زي أختها أما لو الشريحة اللي انت بدك تستهدفها والمنتج اللي انت بدك تنتجه هو منتج شعبي وروح جيب الصينة وافتح الكيس إن شاء الله تلاقي حبة كبيرة وحبة صغيرة هم بالنسبة لهم منيح انهم لقوا كيس بنصف شكل وضعهم الاقتصاد الصعب فالموضوع بالنسبة له مش هيدقوا بكتير على موضوع الجودة تمام؟ فبالتالي نوعية المكان يتحدد من نوعية المستهلك وانت ما هي الشريحة التي ترغب في انك انت تغطيها عشان هيك انت حتى في غزة بتروح بتشرب جهوة في الليفل أب فينجان الجهوة بخمسين شكل وبتنزل على ساحة الكتيبة بتشرب فينجان الجهوة بشكل طب هي الجهوة من الخمسين شكل بتفرج عن الجهوة من الشكل؟ لا هي نفس الجهوة ونفس الإشي بس وين الفرج؟ الفرج إنه هدأك باع لك إيميج باع لك تصور جاعدك في الليفل أب عطاك في فيو حلو اتصورت وانت جاعد في المكان أما في المكان التاني اللي انت شريت منه الجهوة بشكل انت ما شربت جهوة انت رايح تشرب جهوة فبالتالي النوعية والنوعية مش بس في المنتج النوعية كمان لها علاقة في المكان لها علاقة في الإطلالة لها علاقة في سنتر البلد لها علاقة في الديكور اللي انت عامل المطعم تبعك فيه هذا كله بفرج عنا في موضوع النوعية الوقت ما هو الوقت اللازم للإنتاج ومتى يجب أن تكون الطاقة الإنتاجية متوفرة هذا السؤال مهم انت عشان بدك تنتج لازم تشوف إيش الوقت المناسب اللي انت بدك تنتج فيه يعني انت لو بتنتج شبس الوقت مش مكتير مهم لنك انت شغالي بتنتج كمية ضخمة وبتوزع السبار ماركتات والمحلات وبالنسبة للناس موضوع انت متى تنتج أنا مش مهم بالنسبة إلي لو انت بتنتج بامبرز للأطفال أنا مش مهم عندي المهم انت انتج كميات كبيرة واعمل دعاية قوية ونزل على السوق زي ما بدك ولكن متى الوقت بيكون كتير مهم وكريتيكال عندي الوقت بيكون كتير مهم عندي فيه موضوع الشغلات اللي إليها علاقة بالأكل زي الخبز الناس زي ما بدها تيجي تأكل الخبز طازة زي المطاعم بالذات مطاعم الفاست فود يعني أنا ان شاء الله الله يرزقنا أنا وانتو وانحج بقوله فيه مطعم في السعودية اسمه البيك أو يعني البيك أو يعني بناش نعمل دعاية إله أو أي مطاعم الفاست فود المشابهة بقولك فيه أيام الحج يعني بقولك هو لديه قدرة عالية على إنتاج كمية وجبات ضخمة وكلها طازة يعني بقولك أنا ساعة ما بعد الظهر بكون يمكن على بابه مليون حاج والمليون حاجة دوله دومي يأكله طب إحنا يوم العيد عند أي محل في قطاع غزة محل مشاوي ولا محل فاست فود بيجي له عشرة زيادة بالتخم فما بالك هذا هو عامل على أساس إنه هو فيه عنده بعد صلاة الظهر في موسم الحج مليون حاج وهدولا لازم يكونوا راضيين ولازم يرجع كل واحد عبلاده وإش يقول والله أنا أكلت من مطعم البيك من مطعم إكس من مطعم واي كنا كتار ولكن الزلم استقبلنا بشكل جيد وأكلنا في الوقت المناسب وأكلنا بسرعة والوجبة كانت سخنة والنوعية ممتازة وهمش بالنسبة للحج اللي هو الوقت ومش بس بالنسبة للحج هذا أنا طغربت لكم مثال رجال الأعمال الناس اللي بيشتغلوا في البنوك بالنسبة لهم الوقت مهم ودائما بده وجبت وتكون تجيله وهي ساخنة وهي ممتازة النقطة التانية المكان أين يجب أن يكون موقع المصنع طبعا خلينا نضلنا على مثال البيك البيك بعطيك الكمية الممتازة نوعية ممتازة في الوقت اللي أنت بدك إياه والمكان وين رح فتح رح فتح قريب جدا من الحرم عشان يخدم فئة الحجاج والمعتمرين لأنه هذه فيه شريحة ضخمة هو تنبه إن هي موجودة فراح اختار المكان والموقع المناسب حتى يخدم هذه الشريحة طبعا لو أنا بحج اليوم في السعودية وعارف إنه مطعم البيك هذا أحسن مطعم وبيستحمل ضغط وكميته منيحة ونوعيته منيحة والوقت بالنسبة له منيح بس هو بعيد شو بدي فيه فأنا بأكل أي إشي حتى لو كانش مئة المية بس بدي أكمل مناسك الحج وبيدي أخلص وبيدي أشي أبعد عن المكان عشان بأل حاج أصدل العصر ونكمل مناسك الحج وتكون رحلة روحانية جيدة تمام؟ فبالتالي المكان جدا مهم في هذا الموضوع وفي مواضيع كتيرة أنا اليوم في ظل السوشال ميديا صارت تقريبا الأسعار مكشوفة يعني أنت اليوم لو تخش على النت وتفتح على المولز في قطاع غزة بتلاقي الجبنة معروض سعرها وكنس كافيه معروض سعره وكل شغلة موجودة معروض سعرها طب إنت أيش اللي بخليك تروح عند فلان ما تروحش عند علان ما زال الأسعار كلها معروفة والنوعية معروفة والكمية متوفرة صار اللي بحكمنا المكان أنا بدل ما أدفع اتنين شيكل وأروح على المكان اللي بعيد لا ما هو هي تحت البيت موجود والسعر موحد السعر صار نازل على النت وصار السعر محروق فبالتالي أحيانا المكان بكون له دور كبير في أنك أنت تصير تبيع منتجاتك بشكل جيد اللي بعده خطوات دراسة الجدوى المتعلقة بالطاقة الإنتاجية أول خطوة من خطوات دراسة الجدوى المتعلقة بالطاقة الإنتاجية وهذه نقطة مهمة جدا ودرستوها في الإدارة الاستراتيجية ودرستوها في إدارة المشاريع ولكن لازم الآن إن نوهلك عليها مرة تانية رقم واحد واثنين هو عبارة عن حاجة بنسميها سوات أناليسيس عشان تعمل دراسة جدوى متعلقة بالطاقة الإنتاجية لازم في واحد واثنين تدرس البيئة الخارجية والبيئة الداخلية البيئة الخارجية هي عبارة عن إيش؟ بيئة اقتصادية سياسية اجتماعية منافسين والبيئة البيئة الداخلية هي الهيكل التنظيمي ثقافة المنظمة الموظفين أنفسهم العادات والتقاليد تمام؟ هذه كلها عبارة عن البيئة الداخلية طيب شو دخلني في الكلام هذا كله؟ لا دخلت عشان تعمل دراسة جدوى لازم فورا إيش تعمل؟ تعمل تحليل للبيئة الخارجية اللي هي الوضع الاقتصادي طب أنا كصاحب محل شبس الوضع الاقتصادي بأثر فيه طبعا الوضع السياسي طب شو دخلني أنا قاعد ببيع شبس أنا شو دخلني في الوضع السياسي؟ طبعا لأنه ممكن الدولة تيجي تطلع بقرار إنه المواد الحافظة اللي أنت بتحطها على أكياس الشبس أو على منتجاتك هي مواد غير آمنة فبالتالي الوضع السياسي طبعا كمان بفيدني الوضع الاجتماعي العادات والتقاليد إيش أنا بتضرني؟ طبعا العادات الاجتماعية بتضرني جدا اليوم صار فيه توجه كبير على موضوع الفاست فود على موضوع شكل المنتجات اليوم بتخش المول بتلاقي البتنجان محفور الكوسة محفورة ورق العنب ملفوف لأنه الوضع الاجتماعي عنا صارت المرأة عاملة أكثر من زمان وصارت عاداتنا وتقاليدنا تسمح أنك أنت تستعمل هذه المنتجات زمان يمكن قبل عشرين سنة ما كانت عاداتنا الاجتماعية وتقاليدنا تسمح بهذا الحكي زمان لو كانت المرأة تروح تودي على بيتها كوسة محشية ولا بتنجان محشة تفضحوها بيحكوا عنها مش شاطرة بس اليوم عاداتنا وتقاليدنا اختلفت صارت تخش على المول تلاقي الجاجة متبلة وجاهزة بس انت ايش تحطها بالفرد طب ايش عمل هذه المنتجات هي تنبه أصحاب الشركات لعاداتنا وتقاليدنا المنافسين كمان المنافسين ايش بيعملوا لازم تتنبه لهم وتحاول تتوكبهم وإلا بدك تتأخر فبنسمي هذا تحليل البيئة الخارجية فبدك تشوف من كل واحدة من هدولة ايش في فرص وايش في مخاطر ما هي الفرصة بالنسبة لي الوضع الاجتماعي انه النصر يحب الفاست فود هذا بالنسبة لك فرصة لازم تغير منتجاتك بما يتوائم مع التغير في العادات والتقاليد المنافسين كترة المنافسين هذا تهديد طلة المنافسين هذا فرصة لو في سوق ما فيش في منافسين انا ممكن افتح فيه ولو في سوق ما فيش في منافسين يبقى حسط السوقية وطاقة الانتاجية ايش بتكون بتكون كبيرة لو في سوق في منافسين قوية حسط السوقية وطاقة الانتاجية بتكون صغيرة الوضع السياسي برضو بدك تفكر الوضع السياسي ايش في فرص وايش في مخاطر الوضع الاقتصادي كمان بدك تفكر ايش في فرص وايش في مخاطر بعد هيك بدك تروح لمين للبيت الداخلي اللي هو يسهل التحكم فيه البيئة الخارجية بدناش ننسى أنه يصعب التحكم بها أما البيئة الداخلية يسهل التحكم به بدك تروح تشوف وين نقاط قوتك وين نقاط ضعفك أنا بالنسبة لي جامعة الأقصى نقاط قوته أنه هو رسوم الطلاب قليلة هذه نقطة قوة لأننا جامعة الحكومية الوحيدة يمكن شكل المباني هذا نقاط ضعف أعضاء هيئة التدريس عندي أعضاء هيئة تدريس شباب وأكفاء هذه نقطة قوة فبالتالي هيكل التنظيمي قوي عندي ثقافة عامة جيدة فبالتالي كمان بدك تشوف أنت إيش نقاط قوتك وإيش نقاط ضعفك نقاط قوتك بتعززها ونقاط ضعفك بتحاول تحلها يعني أنا عندي مثلا على سبيل المثال مخبز خبز جيد ولكن الجرشلة عندي مش منيحة هذه نقطة ضعف فلازم فورا أتنبه أنه أشوف وحسن يا أجيب صنايعي أو فني بيعمل جرشلة أفضل منه أنا عندي منتج المناجيش ممتازة بس الكيك سيئ فبالتالي لازم تعمل تحليل لبقتك الداخلية عشان تشوف أنت متميز بيش وضعيف بيش وما هو السبب التميز وما هو سبب عفن القوة وما هو سبب الضعف عشان نبدأ إيش نفكر في علاجه النقطة الثالثة تقدير وتحليل الطاقة اللازمة بدك تبدأ تشوف إيش الطاقة اللازمة زي ما حكينا الطاقة المقدرة المحاضرة اللي فاتت في أول الفصل الخامس وبدأنا نحل ونشوف إيش تعريف الطاقة المقدرة وعطينا لكو تعريف الطاقة المقدرة والقانون اللي إحنا بنجيب فيه الطاقة المقدرة هذا رقم ثلاث يبقى إحنا حللنا البيئة الخارجية رقم واحد حللنا البيئة الخارجية رقم اثنين نقطة 3 جبنا عرفنا الطاقة اللازمة نقطة 4 بدنا نوضع بدائل عشان نوصل لهذه الطاقة والبديل الأفضل هو البديل اللي بحقق لي أقل تكاليف وأعلى إيرادات 5 بدنا نستخدم بعض النماذج الكمية لتحليق البدائل البدائل اللي عندي كيف بدنا نعرف مين الأحسن ومين الأسوأ بالعين لا في عنا قوانين رياضية أخذناها في بحوث العمليات بتقارن بين من هو البديل الأفضل أخذنا في المحوث العمليات maximized profit or minimized cost مين البعظم للأرباح ومن هو البديل الليش بعمله بقلل التكاليف فبروح بجيب هذه النماذج وبطبق عليها الحل وبشوف ما هو الخيار وما هو البديل الأفضل من حيث تقليل التكاليف أو من حيث زيادة الأرباح ستة تحليل بعض النواحي النوعية المصاحبة لكل بديل هذه مهمة جدا إيش يعني تحليل بعض النواحي النوعية؟ يعني هل جيت لما تيجي تشتغل في البحوث العمليات زي ما كنا بنحكي 5x زائد 3y يساوي 50 و 4x زائد 7y يساوي 80 وتبدأ تحلها دول المثالين مع بعض هيك أنت اشتغلت كل النواحي الكمية ولكن هناك نواحي نوعية لازم تاخدها بعين الاعتبار زي إيش نوعية؟ نوعية زي قدش أنت قربك من العملاء هذا إشي يعني مش كمي زي موضوع ولاء الزباين لإلك ولمنتجاتك زي موضوع سمعتك بنفع حط سمعتك في معادلة وحسب أنت قدش سمعتك من 100 لا بنفع حط ولاء الزباين في معادلة واشوف قدش ولاء الزباين من 100 طبعا لا ولكن بالتالي لازم تاخد بالك من نواحي نوعية هي ما بتحلها الرياضيات ولكن اش بحلها؟ بحلها الحدث وقدش أنت متمرس في العمل الاستشاري سبعة نختار البديل الأمثل بعد ما أخذنا النواحي النوعية والنواحي الكمية من خلال بحوث العمليات بنطبق ونقطة 9 بنبدأ ايش نعمل بنبدأ نعمل مراجعات كاملة اللي بعده في عندنا أسئلة وفي عندنا قرارات لازم ناخدها وفي عندنا أدوات لهذا القرار أو هذا السؤال ما هو القرار؟ يعني السؤال قبل ما يكون فيه قرار يكون قبل ما تاخد قرار هو عبارة عن سؤال وما هي الوسائل اللي أنت بدك تستعملها للإجابة على هذا القرار يبقى في عندنا قرار إداري وفي عندنا الأدوات والوسائل المستخدمة للتقدير والتحليل والتخطيط تمام؟ خلينا نشوف ما هي القرارات اللي هي على شكل أسئلة ونشوف كيف بدنا نجاوب عليها وما هي الأدوات للإجابة على هذه الأسئلة أول قرار ما هو مستوى الطاقة المطلوب؟ حكنا طب كيف نعرفه؟ قلنا من خلال المعادلة اللي أعطناك إياها المحاضرة اللي فاتت أو من خلال تقدير الطلب ما هو إيش يعني تقدير الطلب؟ يعني كيف بدنا نحدد الطلب؟ أو اقتصاديات الإنتاج تروح أوزارك الاقتصاد بيعطوك اقتصاديات الإنتاج أو من خلال حيانيات التعلم أو من خلال تحليل القرارات كل هذه نماذج أنت ممكن تجيبها وتطبق عليها عشان تطلع ما هو مستوى الطاقة المطلوب طب لما تطلع مستوى الطاقة المطلوب إيش بيصير عندك؟ بيصير عندك قرار إداري نحن نرغب في إنتاج الكمية الفلانية وبعدين بيجي قرار تاني عشان بدنا ننتج الكمية الفلانية قررنا نشتري المكينة الفلانية من الصين أو من اليابان أو من الصومال أو من اللي هو تكلفة كذا طبعا فيش في الصومال مكاين السؤال التاني متى تغيير الطاقة؟ متى بدأ غير الطاقة؟ متى بدأ زوّد طاقتي؟ متى بدأ قلّل طاقتي؟ ماذا بدأ تتوسع؟ متى بدي أنكمش؟ تمام؟ هذا كمان إشي لازم إحنا ناخده بعين الاعتبار طب كيف بدنا نجيب متى بده غير الطاقة من تحليل التنافسي أحيانا المنافس لو جوي واخد من حصتك السوقية إيش بتتطر؟ بتتطر تقلل من طاقتك أو بتغير من طاقتك السؤالة كمان متى بنغير الطاقة من خلال تحليل استخدام الطاقة أنا أحيانا بحلل استخدام الطاقة بلاقي استخدام الطاقة جيد أو في زيادة فبغير الطاقة إلى الأكثر أين تغيير الطاقة ومتى يحدث تغيير الطاقة وين بغير الطاقة؟ أنا بدأت غير طاقتي أغيرها في خط اللبن أب أغيرها في خط اللبن أغيرها في خط الشمينة أغيرها في خط اللبنة أغيرها في خط الصلاطات في أي خط أغيرها من خلال تحليل تكاليف النقل واختيار الموقع ما هو شكل الطاقة الذي سيتغير كيف شكل الطاقة الذي تغير من خلال التغير التكنولوجي ونوعية التكنولوجيا وشكل التكنولوجيا بغيره والتركيز على التسهيلات كمان برضو بيخليني ما هو شكل الطاقة الذي سيتغير وكيف يمكن تحقيق الخطة المتعلقة بالطاقة الانتاجية من خلال إدارة المشاريع وانتوا أخذتم مساق كامل اسمه إدارة المشاريع وهذا المساقب أعتقد أنتم فهمتوه وعرفتوه كيف من خلاله ممكن تحقيق الخطة المتعلقة بالطاقة بعد هيك بدنا ناخد ما هي أوجه مظاهر تقدير الطاقة الإنتاجية عشان نقدر الطاقة الإنتاجية عنا ثلاث أزمنة لكيف بدنا نقدر الطاقة الإنتاجية أول شيء أنا لازم أقدر الطاقة الإنتاجية على المدى الطويل يعني أنا من خلال خمسة إلى خمستاشر سنة لما تفتح مشروع أنت بتقول أنا اليوم بدي أنتج الكمية كذا متوقع تصير عندي زيادة بعد خمس أو خمستاشر سنة هالجد قيمتها ولازم ما نزيدش عن خمستاشر سنة لأنه كل ما بطول المدة تقديري للطلب بيكون أقل جودة وقل دقة فبالتالي أنا بسمي أول زيادة وأول تقدير هي زيادة على المدى الطويل وهذه بتكون من خمسة إلى خمستاشر سنة وما تكونش أكتر بنصحك لأنه كل ما زادت المدة وطالت المدة بيصير قدرتك على تقدير الطلب منخفضة نقطة الثانية على المستوى المتوسط والزمن المتوسط هذه بتكون من سنة إلى سنتين تلاتة على المدى القصير والمدى اللي هو يومي وقرارات يومية وتغيرات يومية نتيجة أوامر إما عشوائية أو حرب أو إغلاق أو اللي هو هذا بيصير أوامر يومية وهذه أصعبهم لأنها غير متوقعة أصعب أوامر هي الأوامر على المدى القصير اللي هي اليومية لأنه فيه تغيرات غير متوقعة يعني إحنا اليوم أنا جاي اليوم أسجل محاضرة بكرة ما بعرفش ممكن أجي ولا ما أجيش ليش؟ ممكن المنطقة اللي أنا فيها تصير منطقة حمراء وما أقدرش ياجي فبالتالي هذه القرارات اليومية الغير متوقعة هذه قرارات صعبة يعطيكم العافية طلاب الأعزاء إحنا خلصنا المحاضرة الأولى إن شاء الله بكون معاكم المحاضرة الجاية وبدأنا نشرح هذا الموضوع بشكل أوسع يعطيكم العافية شكرا